طيب اسمك كريم بس تركي ولا مو ماذا ما اسمك تركي تركي يعني صحيح ما نعم ما عليك زود طيب الجنجل is the best بالسبب اللي ياخذوا عليها كلبس لا لا نرجع عليها عشان اللي صار يختروها مرة كثير في البروبلي وصار يصير عليها بان مرة كثير في البروبلي والنرف اللي صار صار ليت جيم مشهر لجيم يعني طيب حضرت اللي coaching sessions قبل كده ولا لا حضرت يب اخر واحد كان بلاد اللي امس يعني اوكي اول شي نسوي قبل ما نبدأ الجيم العادة ايش هو يعني اذا شفت الستريم البارح نسوي واحنا داخلينا الجيم نشوف ايش الجيم بلان حقنا او ايش الخطة اللي انت كنت تبغى تمشي عليها في الجيم هذا ونبغى نفهم ليش ونشوف كيف ممكن نحسنها في المستقبل انت كجنغلر ايش يهمك يهمك قبل ما نتكلم عن القانكات نبغى نتكلم اهم شي بالنسبة لي كجنغلر اس تراكينج الجنغلر الخصم مش فين اقني كل فين اروح ولا فين انزل اول شي انا يهمني انو انا اكون اعرف الجنغلر الخصم ايش هو يسويه انو في النهاية الماتشاب اللي انت بتلعب فيه طبعا بدات لما بتلعب يعني شامبين زي زاك ما هو من الشامبينز اللي بيدخل اللي يسويه انفيت من الشامبينز اللي ممكن يصير عليك انفيت بس اهمني اعرف الجنغل حقهم فين بدأ وفين انتهى لانو انا حبني الجيم بلان حقي كامل عليه ليش يهمني فين بدأ وفين انتهى لانو فيه تشامبينز انا ما اقدر اقابلهم في الجنغل يقتلوني لو قابلتهم فابغى اتحرز منهم فيه تشامبينز ممكن يخش الجنغل حقي ويسرق مني فلازم انا حط السراتيجية هاده في بالي انه ممكن يسوي ستيل فانا لازم احط وارد مثلا ولا اروح المحل اللي انا متوقع يسوي فيه ستيل ااخدها واقلب الباث حقي فباست على الماتشاب اللي قدامي انا احدد انا فين ابدا طبعا موش بس باست على الماتشاب اللي قدامي باست على الماتشاب حق التيم حق التوب لين حقي وحق البط لين حقي وحق الميد لين حقي والماتشاب حق الجنغل انا احدد انا فين ابدأ ابدأ تحت ولا فوق انت لما تلعب زاك ايش تبدأ دايما دايما رد ليش تبدأ دايما رد لانه هو اللي يفيدني حفير لو ما يفيدني في الموامة نبغى نرمي المعلومة هاده في الزبالة اتخلص منها كليا وارميها نهائيا ونبدأ نفكر في الجيم بطريقة مختلفة حلو اول شي زي ما قلتلك ايش الباث عامة يعني زاك ايش الجنغل باث حقه او مش الجنغل ايش اول شي تسوي تاخد ستة كامبات تاخد خمسة كامبات تاخد أربعة كامبات تاخد ثلاثة كامبات تسوي كلير وتسوي جانك ليش تسوي انت عامة دايما دايما فل كلير اخذ الستة تاخد الستة عشان توصل لفل أربعة هذه القاعدة العامة هتكون لزاك بس في حالات احنا ممكن ناخد ثلاثة نوصل لفل ثلاثة ونسوي جانك دايما تحط الستراتيجية هاده في جيبك تكون جاهزة اذا كان فيه انت تسويها انسى موضوع انه انا دايما هسوي نفس الشي في كل جيم وحيمشي هذا ينفع في سيلفر هذا ينفع في لوغولد اليوم هتطلع بلات معد حينفع توصل دايمند حتلاقي نفسك انت برا الجيم احنا لازم انا للآدم اللي قدامي ولي ايش صاير في الجيم هذا اهم شي الجنغل لازم يسوي اهم شي في الجنغل is tracking the enemy jungle is adapting ايش حيسوي وانا اغير خطتي على حسب ايش يصير في الجيم ما في اسما خطة حلعبها واحدة من بداية الجيم الى النهاية ما في انا كل جيم حبدأ فريد مو صحيح ابدا خطأ مرة كبير ما في كل جيم انا حبدأ بلو ما في كل جيم انا حبدأ او ببدأ مع البطلين عشان هم يساعدوني عشان اخلص كلير بسرعة عشان اسوي نو هذا ما ينفع هذا قلتلك يعتمد على التيمة اللي قدامك هلخصهم قدامك شاكو ايش يسوي كيفش الكلير حقه ياخذ الريد بعد الـ chicken شاكو يقدر ياخذ الريد level one ويسوي gank على طول level two من دوم ما ياخذ اذا اخذ الـ chickens بالسرعة بالطريقة الجديدة حقه يقدر ياخدهم الاثنين ويسوي gank على طول صحيح طبعا هذه واحدة طريقة الطريقة الثانية ممكن يبدأ في يجري ثلاثة اربعة شاكوز يسوي زي كده صادق بس ممكن شفت شاكوز في اللوي لو عندكم يروح يسوي مو فول كلير يسوي ثلاثة كامباتي وصل لفل ثلاثة بعدين يسوي gank راح اخذ الـ ريد والـ chickens بعدين راح اخذ جروم بلو طلع فوق فشاكو عندنا لو طريقتين في بالنا متعودين الاحتمال الاكبر انه حيبدأ في ريد والـ chickens زي ما قلت طبعا ثلاثة اربعة القانكس هذه تكون في المت ممكن تكون في البوت ما هو وارد بس في المت وعنده الباث الثاني اللي هو ممكن ياخذ زي ما قلت chickens والـ والـ والرد وبعدين يطلع فوق افور سوى سين شاكوز يسوي جهة واحدة وبعدين يسوي قانك تحت يعني ينزل ياخذ القرومس ايش اسمهم اللي تحت هذا الحجر القولمس القولمس وينزل تحت بس احنا ما يهمنا الـ يهمنا الحاجات الـ فاول شي لازم انتبه له وانا داخل القيم ابلغ المد لينر حقي انه شاكو ترى يمكن يجيلك لفل اثنين انتبه اذا انت ما قلت انت تتحمل جزء انت حاجة تحمل جزء من مسؤولية انه يموت انت اللي فاهم كيف الجنجل يشتغل لا تربع اللينر بزاد في الليلو هذا ما اعرف شو يسوي يعني اكتب هذا واحد اثنين الماتشاب حقنا في التوق والماتشاب حقنا في البط والماتشاب حقنا في المت مين عنده كل الـ مين اللي ممكن تروح له ويكتل مين اللي عنده تامكنش فوق عندنا اثنين ميليز بيتضاربوا مع بعض صح؟ عامة الميليز عامة الميليز يعني دايما فولاتايل يعني عشان هم يضطروا يجوا جنب بعض عشان يضربوا بعض القانكين اللين هذا بالنسبة لنا مرة كويز بس عشان انت اللي عندك مهو دامج ديلر تانك فممكن نقول مهو مرة ضرورية ولو كان مسلا قدامي داريوس ورينكتون داريوس وقارن داريوس وآيريليا عقول لك فوق اهم لين بالنسبة لك دايما نفتكر لما فيه اثنين ميليز في التوب لين اللي انت الميلي حقك لو انت فوزتوا في بداية الجيم هيقدر يكمل الجيم ويفوز في عندك ريفن في عندك فيورا في عندك عريليا في عندك داريوس في عندك قارن في عندك اي احد ميلي قدام ميلي تاني اوكي هيكون الpriority حقك وعامة في اللين هذا لما يكون فيه لين volatile ايش يعني volatile قلتلك يعني 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 اللين ممكن يروح لواحد منهم بقوة اي واحد ياخد advantage هو حيفوز اللين طول الجيم اتخيل فيورا تاخد advantage ما حالي حقدر يوقفها خلاص هذه الvolatility يعني مرة عالي risk فيه واللي حياخد advantage بسيطة هو اللي حيفوز اللين هو الفائز لما انتلاقي لين زي هذا انت المفروض الgame plan حقك دايما انا اروح اللين هذا افوكسه لي قلتلك ما ينفع تبدأ red diamond عشان لو انا شفت التوب لين حقي لين volatile اثنين ميليز مواحد ميلي وواحد range اثنين ميليز خلينا نسهلها يعني انا هي في قواعد عامة بس انا بديك مثال اوكي هذا مو معناها كل اثنين ميليز كده صح لا يعني زي الgame هذا عندك تامكنش تامكنش ما عنده damage ممكن ما تفوكس اللين بس ما في اي لين تاني لما طالف اللينات التاني ما في اي لين تاني ها قدر اسوي في اي حاجة فانا هذا افضل واحد بالنسبة لي بس لو في لين تاني افضل كان رحت اري ايش الكل pressure حقها عندها كل setup طبعا انا انا كيف اقرر اللين هذا احسن اللين اروح له اللين اللي فيه كل setup يعني فيه يعني مثلا فيه ليونة تحت فيه ثريش هذول عندهم setup يقدر يسوي لك CC عنده hard CC هذا يقدر يساعدني انه اخد كل فاحطها في اعتباري اللين اللي فيه اللي فيه اتنين ميليز احطه في اعتباري اللين اللي اللي لقينا بوت ازريل ويومي هذا ما ابغى اشوف ولا بقربه ولا يهمني وما في كل potential it's a very safe lane اللين الهم بالخصم هتلاقيهم ازريل ويومي اللين هذا بالنسبة لي مرة صعب ان اسوي لغانك وافوز فيه فحضيع وقت اللي انا ابدأ فوق وانزل تحت فاهمني؟ شايف كم قرار اخدنا قبل ما نبدأ الgame؟ وهذا اللي لازم انت تسويه ولسه ما كملناه هذا اللي انت لازم تسويه قبل ما تدخل الgame عشان كده قلتلك موضوع انه انا دايما احب direct انسى موضوع انه انا دايما احب W انسى انا حقرر باست على حسب الgame على حسب الماتشب حقا احيانا احيانا خدها مني احيانا خلينا اسوي لك الرسمة هذه خليني افك صلاة عن نبي ريوت لول بلانر احيانا احيانا مين يقتلك بشدة طرق واحد زي اولاف صح؟ اولاف يفوز عليك اولاف لو جاك لو جاع عليك تضارب معك 1v1 يول داين بس هنا في فيورا مثلا ولا ريفن وهنا في ايريليا انت شايف هو انت جاي فانت تبقى تبدأ بط وتبقى تطلع فوق ليش تبقى تطلع فوق؟ عشان في هذا عشان تبقى تفوزه بس اولاف فاهم اولاف حيسوي نفس الشي اولاف حيبدأ تحت وحيطلع فوق صح؟ موش تراكينج الجنجل عشان هو برضو عنده نفس الفكرة انه هذا يبا يفوز اللين حقه هذا انت تروح بس مو تروح عشان انت تضارب تروح عشان لو اولاف جا توري وجهك عشان يشوف انه انت اتنين يقوم يرجع هذا يسموها هوفرينج في حاجتين انت شغلتك تسويها ليش قلتلك اهم شي تراكينج الجنجل عشان احفظ عشان اساعد التيمس حقوني ان انا اسوي غانكس ولا ابين لهم فين الجنجلر موجود او ادافع عنهم لو الجنجلر حقي بيجي ويقدر يسوي حاجة او انا ما قدر اصوي حاجة انا لو احنا الاثنين 2v2 نيفوز عليهم ندخل لو 2v2 ما نفوز عليهم من يوم ما هيشوفك هو حييرجع خلاص عارف انه في احد هو لو ما في احد حيروحوا اثنين عليه فاهمني فاحيانا نبغى نبغى نمشي مع الجنجلر حقهم احيانا واحيانا لا احيانا هو جنجلر انا ما قدر اصوي له ولا شي هو طالع فوق اللي كلير حقهم سريع جدا ما اقدر ان يسوي لي تراك عارف لا تقرر سوي لي تراك حيشرح لك كيف لما نقول لك تراك مو معناها تلحقوا لما نسوي غنك اكشري معناها كده بس تراك انا عباك تعرف هو فين بدأ وفين حينتهي ولما نسوي recall من فين حيبدأ وفين حينتهي مرة ثانية تمام واحد جاي اولاف ايش حيسوي اخذ البلو اول شي نات نسيسرلي عنده توب يبا يروح اخذ ريد اخذ هذا اخذ دا اخذ دا اخذ دا طلع فوق او قدر ياخذ واحد اثنين ثلاثة يطلع فوق او قدر واحد اثنين ثلاثة طلع فوق عشان عنده volatile lane انت قلت لك انسى موضوع انه هو دايما حيبدأ في محل واحد ما في كده اوكي انت لازم تعرف اه انت لازم قبل ما تبدأ الجيم تشوف اوكي تقول مدام هذا اللين الخطير احتمال كبير هو حيبدأ تحت وفوق وبعدين نشوف لما الجيم يبدأ نشوف مين اللي اتأخر في اللينات وبعدين نحدد فعلا فين بدأ اوكي احنا نعطي نعطي theory وبعد theory نشوف على theory هذه حقتنا فعلا صارت صح ولا خطأ تمام وممكن هو انت فاهم صح هو المفروض يطلع فوق بس هو ما يبغى هو ما هو فاهم هو فاهم زيك انه انا دايما ابدأ رد ممكن صح ممتاز وهذا اللي نتوقعه في الايلو هذا في الايلو هذا ما يمشوا على حاجات كويسة بس يهمني اسويله تراك وعارف فين بدأ انه اذا عارفت فين بدأ انا عارف فين حيكون خلال الثلاثة دقائق القادمة وعارف لما نسوي recall اول مرة فين حيرجع مرة ثانية انت لما نسوي recall لو بديت رد فين تروح تروح فوق مرة ثانية لانو الطوب حقك موجود تاخده مرة ثانية وبعدين تنزل فين ما يبدأ الجنغل احنا عارفين تليغرافت فين الباث حقه ثلاثة اربع بداية الجيم بدات الين دقيقة سبعة لما نطلع الريد ولا البلو مرة ثانية دقيقة ستة واربعين سبعة الين كده احنا تقريبا عارفين الجنغل ايش هيسوي بعد كده ممكن الجنغل يغير الباترن هذا الاساسي فانا لازم بداية الجنغل حقي او بداية الباترن حقي تعتمد على اكثر من حاجة وتتغير بتغير الجنغل اللي قدامي شاكو زي ما انت قلت ايش يسوي ممكن ياخد واحد اتنين ويسوي قانك هنا انا ااخد واحد اتنين واقرب قانك ايانسر ممكن تقدر اذا انت تفوز اتنين في اتنين طرح مو لازم انت دائما نسوي full clear للمعلومية هذا غلط مادري ليش كثير ما هم راضين يقتنعوا ازي كده ما يفكر انا الجنغل هذا لازم اوصل لفل ستة على طول لا 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 يجبك انت تفوز امباكت الماب انت الجنغلر اكثر واحد يقدر يسوي امباكت للماب اخد الاتنين هذول بسرعة وقرب لهذا وقرب وطالع في المد هنا نشوف شاكو جاء سيب اللي في يدك انقص طبعا اذا كان حتلحق ما كان حتلحق تكمل شاكو اخد كل اثنين ثلاثة ا اربع ما حتلحقه طبعا انا زاك لازم اسوي full clear لا انت لازم تشوف مين الجنغل اللي قدامك والماتشبسة اللي قدامك وتتعامل معها تمام اتأخر الاخ ما جاء تكمل زي ما انت بديت هنا هنا اخد هنا رحت بديت هنا بديت هنا لا هم عندهم ليسن ليسن ايش يزوي ياخد خمس كم باط لا ياخد ثلاثة ياخد واحد اثنين ثلاثة او واحد اثنين ثلاثة ويسوي غانك توب ولا مت لفل ثلاثة لفل ثلاثة يس عشان نو غانكين جنغلر يش تسوي معا انت تسوي في الكلير ميبي اسوي واحد اثنين ثلاثة اكون جاهز هنا طبعا اذا كان حلا ابدأ معاك الجيم حاولي كيف حالي مشي في الجيم اذا كان هو والله فارمين جنغلر ولا هو غانكين جنغلر وطالع فوق وفوق عندك رينج وانت ما انت خايف عليه كمل فول كلير خايف القرار اعتمد على ايش اعتمد على مو على التوب لين على مين اللين اللي ينخاف عليه مين الجنغلر اللي قدامي كيف الجيم حيمشي اوكي مش بس مين الشامبيون حقي لازم تحسب حساب الاربع حاجات هذه كلها اوكي وباست عليها تقرر اوكي امكن زي ما قلت لك هو فارمينج جنغلر هو هو مثلا اولاف ولا هو شو اسمه دالهيكرم فول كلير جنغل ولا نيدلي ولا شو اسمه نيدلي ولا ديانا فول كلير جنغل فول كلير حبيبي أفن نفس الشيء او لا هو اسرع مني لما اخلص 6 كمبات ديانا تخلصها 6 في 3 15 مرحب انت مستحيل تخلص في 3 15 انت ايش تسوي انت تروح 3 5 كمبات وتروح تسوي قانك قبل ما ديانا تيجي ما اخذ السادس ما تكمل السادس تأخذ تسوي قانك قبلها عشان هي انت سويت قانك انت سويت امباكت هي تيجي ما في شي تسوي إلا تتسوي كلين اوب انت طبعا مفروض ما تسوت شيش تحت الدور فاهمني في جنغل اسرع مني انا لما نلعب غريفز وقدام ديانا ما اصوي 5 كمبات اصوي 3 واروح جري اشوف لين عشان اخذ الدفانتج لانه لو ما اخذ الدفانتج هذه ما اقدر الحقها مستحيل الحقها مستحيل اسوي كلير بسرعتها عندها كلير سريع مو طبيعي فانا اوكي مع انه غريفز اقدر اصوي 3 اقدر اصوي 4 اقدر اصوي 5 اقدر اصوي 6 انا عشان استفيد من الجيم واستفيد من انه انا عارف انه هي كلير حقها فول كلير لازم اصوي اقوم ااخد الشورتر ااخد لي 3 كمبات طبعا سواء بديت ريد بلو وغرومب او سوري انا انا لما اصوي كامب في جهة لو بديت في ريد هاخد ريد وريت سحيشرح لك ليش بعدين ااخد بلو او ما ااخد بلو ااخد غرومب بعدين بسرعة انزل غنك ليش دايما في كونسبت او في جنرال رول نخليها قناعة عندنا في الجيم اذا بديت في جزء من الماب بتحاول تخلص اكبر عدد من الكامبات في الماب هذا لانه لو نقلت للجهة الثانية في الماب وبعدين سويت غنك هو شافك حيروح يحاول ياخد حقك كله فلو لقى الرئيس موجودة انت اديت رئيس حقتك حياخدهم نبقى ناخد ثلاثة كامبات عشان نوصل لليبل ثلاثة بسرعة صح؟ هذا كامب لو اخد هذا وهذا واي واحد من هدول الاثنين حيوصلك لليبل ثلاثة اخدنا واحد اثنين ليش اخدت هذا بدل هذا حلو لحظة انا قلنا رد بعدها رابترس بعدها القرامب صحيح؟ لا انا بس اعلك تقدر تاخد القرامب وتقدر تاخد بلو ايش الافضل وليش؟ الافضل اتوقع القرامب لانه اسرع ويعطيني هي ممتاز بطل الاثنين صح لانه اسرع اعلن هتكتله اسرع من البلو ويرجعلك هلث تقدر تروح تسوي غنك بيها ما لقيت غنك تحت ما لقيت غنك فوق ارجع اخد رد اخد بلو اخد وولفس ما اضيع عليك ولا شيء ما ضيعت وقت ووقتها هيكون جاه هذا تجي تاخده شايف الادابتيشن حق الباث حقنا كيف غيرنا الباث حقنا باست على الادم اللي قدامنا باست على انا كيف ابلعب باست على الادم اللي قدامي اذا انا خايف ليسن ليسن موجود انا عارف الليسين هيبدأ هنا هيسوي زي هياخد هذا بعدين هياخد هذا لو بديت القيم معايا ليسن هاخد واحد اثنين ثلاثة هستعد اقنك معاه لانه لو قنك وفاز اه 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 اتس يور فولت اتس يور فولت لانه انت في بالك انا بغى اصوي فول كلير ولازم التيم استناني لا خطأ شائع مرة كبير اوكي انا تشامبيوني كده فيه تشامبيون زي كده ماستري مثلا ما يقدر يسوي ولا شيء ماستري اللي لازم اصوي كده زاك لا زاك لا زاك عندك البوتنشال انه انت يوانسر تكر تكتر اثنين في اثنين تخش وتتضارب وتسوي فيلم ما تكر تكتر اثنين في اثنين وري وجهك وري وجهك اسمها هوفر يعني لما تروح تتفرج على ال سي اس ولا ال سي كي ولا تفرج على ال هاي اند جيمز وتشوف الكومنتيترز يقولك هذا المعنى مر ور وجهه اوكي الادوي خاف ما يدخل ما يدخل يس انا وريت وجهي طبعا انا مش ارتوري وجهي انا ممكن اجي استعد لانه نعارف في مو ثلاثة استناع يدخل طبعا على حسب فين القانك هذا هو الثواطي انش ام ولا تيجي انا احيانا بديت الجيم وانا مقرر يلعب معي المدمر ولعب في يورا وفوق هو في يورا وآيريليا اللين هذا خطير لا بعد الحدود قلت له مدمر انا طالع لك فوق وما بغت اخطر عليه اخذ ده وده وانا في الطريق احيانا اخذ هذا لما انا لعب بقريبز لان اخذ هذا وانا دوبك وفي الطريق وانا باخذ هذا الابر اثنين مات اغير امه القاعدة حقتي كلها خلاص ضيع اللين عدم ام اللين فاقوم ايش ابطل بدل ما خلاص اروح اجري فوقستان انا اصوي full clear حبيبي انت هنا صحيح مضاي وقتك غيرت البلان حقي مع انه كان عندي بلان بس عندي الالترنتيفز وصار شي في اللين اضطر ان انا اغير لازم لما تلعب جنجل يكون هذا الفكر حقك عندك خطة بديلة عندك خطة بديلة مو واحدة انت اخذ 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 واخذ هذا ما عندك شي تاني تسوي انت عارف انه ما اخذ هنا طبعا اقول ريك كيف نتكلم عنها بعد شوية تقوم اوكي يدو افول كلير وعارف انه طالع فوق ممكن تتقرد تنزل تحت وتاخد هذا طبعا بس بقول لك يعني اباك تفكر out of the box اباك تجرب الين ما تعرف ايش الحاجة الصحة والبطالة بس نمسح قاعدة انه انا ابدأ في محل واحد ودائما استمر في محل واحد اوكي ايه تمام كلير فبدينا القيم انت ايش في بالك انا حبدأ رد حسوي كلير حنزل تحت ابغى سوي قانك فهذه اول مصيبة وانحلت خلاص يعني حلناها مزبوط هذا وانفهم ليش انا ما بقول لك اسمع كلامي دايما روح هناك شفت اعتيتك الف طريقة والف اختيار على حسب من قدامك طيب باست على ال اعتماد على الكلام اللي قلتلك هي اليوم اتكلمنا عنها قبل شوية انت اللينات اللي انت شايفها دا حين ايش المفروض البلان حقك يكون طبعا على حسب انت دا حين قلت اذا في انا شرحت لك دا حين انت بعد ما شرحي قل لي انت ايش هتفكر ايش ممكن تسوي اول شي راح اشوف الجنجل قدي يعني نفسهاكو حياخذ ريد وياخذ الرابترز على طول او ياخذ الريد ويقنك ممكن ايش راح اسوي وحاخذ الريد كذلك وراح اخذ الرابترز وانطره اذا شفت قنك حاول يا اني يدش عليك او ووري وجهي ماسي مدام انت بديت في الريد لو شايف تايم كنت شو شايف داريوس في الطوب ايش هتسوي هتلعب حولهم ولا هتلعب حول بما انه البوت اللي عنده كفير وثريش ايش هتفضل تلعب حول مين لا تايم كنت افضل لان داريوس نفسه من لي ايش معناها معناها بغى ابدأ البلو سايد صح صح اوكي افكر بالطريقة هذه طبعا انا ما اقدر اقول لك يعني انا لو شفت اللين هذا احتمال كبير عشان البوت ما هو مرة قوي لو مو يزريل في البوت لو دريفن فانا هقول لك انا هبدأ ريد و هنزل تحت صح لانه عندهم كل بريشر مرة عالي ولو وديتهم ادفانتج بداية الجيم ودريفن ايرلي جيم تشامبيون ابغى يفوز في الايرلي ويخلص الجيم وعشان اللي فوق تانك لو كان مهو تانك بروزر تاني او هايبر كاري زي فيورا والايريليا كان قلتلك اوكي عبدأ فوق ممكن يصير وقتها عندي اطلع فوق ولا انزل تحت لازم اقرر يعني الاثنين كلهم صح بس في واحد منهم بالنسبالي انا عندي فاذرابل اجين ال 2v2 و ال 3v3 مينيفوز المحل اللي فيه 2v2 يفوز و ال 3v3 فوز حتلاقيني حبدأ ابغى عليه طبعا هذا معناه لازم انا اتعلم ايش الماتشاب في الليناتا التانية صح؟ مو بس انا وهذه حالات القيمة مزابط يعني الى حد ما مو لازم تعرفوا بالتفصيلة الممل بس لازم تبني يعني معتمد على الحاجات يعني بسيطة السابورتات زي ليونا زي ريش زي ريل زي هدول هدول زي الستر هدول كلهم يعطوك كل بريشر مرة كويس بالذات لما نكون معهم ADC مرة منتاز الميدلين مرة قليل تلعب حوله إلا كان عنده ستاپ مرة كويس آري ستاپها مرة كويس بالإي بس الإي حقتها صعب تجي إنها سكيل شوت لازم تجي وراء المينيونس صح؟ فهعتبرها أنا لما اطالع في القيم هذا هقول أوكي هذا 80% هذا 70% 50% أو 50% وهدول 60% فهفضل هذا هشوف جيم تاني ألاقي في الميد TF TF عنده point click ton صح؟ يقدر يسوي لا أقول والله هذا عنده 80% 90% هذا بالنسبة لي 70% هذا فهقوم أطالع في الميد أكثر وأحاول أسوي play على الميد أكثر فهذا decision making process حقتنا في كيف نبقى نلعب تمام؟ لو خرجت اليوم من ستريمي وأنت متعلم هذه بس أنا يعني يكفيني ويكفيك صدقني لأنه هذا هتغير طريقة لعبك طبعا للأسوأ مرة كثير في الفترة الجاية بعدين للأحسن لما تبدأ تعرف كيف تسوي adaptation تستوعب وتجرب ولين تلاقي الحاجات التي تمشي وتجرب ماتشبش مختلفة وتجيب العيد تمام؟ هتجيب العيد في البداية وبعدين هتصلح فلو أنت خرجت من ستريمي اليوم بس أنت بتعلم هذه صدقني هذه يعني push boost مرة كبيرة على الوضع اللي أنت فيه حاليا تمام؟ فقلنا فزي ما قلت لك يعني أنا احتمال كبير في الجيم هذا أنا ممكن أفكر أني أبدأ بط ليش أبدأ بط يساعدني لا أنسى أنه شاكو يقدر يسوي clear الاتنين هذول مرة بسرعة فلما يسوي لهم كريد بسرعة حيسبقني البط يقدر يساعدني أسوي clear بسرعة صحيح فأفكر في الشغلات هذه ثانوية يعني هذه ما هي الأساسية هذه الثانوية يعني إن شاء الله مع الوقت هتبدأ تتعلم الشغلات هذه وتضيفها على الـ knowledge base حقك وتبدأ تستفيد منها أما؟ حلو أول شيء من الـ أية لين أبغي ألعب حوله إيش الجنقل اللي قدامي أقدر أكتر يقتلني أقدر أسوي له ما أقدر أسوي له لا تنسى أنه شاكو ترى ممكن يخلص الاتنين هذول ويجيك جري أو ممكن يخلص الاتنين هذولك ويروح على الريد حقك يقوم يستنىك فلازم ننتبه للشغلات هذه أنا ما تكلمت معك على كيف تدفينت قدام الناس اللي سووها القانك بالطريقة هذي بس هذي إن شاء الله في المستقبل يعني نشوف كيف نمر عليها وتابرا اللي بتسووه في بداية الـ game أنا ما يهمني ممتاز ممتاز أخذت الكيل أنت ركلت أنت اللي حدت الورد هذي إيش الفائدة منها حطيته وقلت أبارجع أغيرها بأخذ الـ إيش الفائدة من هذي الورد قلت حق شاكو هذي هنا هنا المفروض هذي الورد لا هذي الورد إيوه معمني ممتاز أنت بتحطها هنا يعني أنت بتحطها في هذا المكان تشوف لو أحد بيضرب هنا وتشوف لو أحد بشي من هنا هذا الورد الآن مدام أنت وصلت إلى هنا مفروض حطيتها إذا ما قدرت توصل تحطها هنا هذي ما توريك الـ view هنا المشكلة ما أدري كيف أشوف الـ view حقك فلو أحد جاء مشي من هنا you actually don't see him which is very bad for you دينا شوف إذا الـ view يقدر يطلع ولا ما يطلع أنا ما نداريش الـ view لا لا عشان في الورد هذه الورد هذه موجودة في الوردين فهذه شفعت لك مزفوط كان ممتاز فبس الورد هذه أبوك زي ما قلت لك تحطها في المكان السليم إذا تحطها بدر وترجع وتعرف متى تحطها إذا أعرف ممكن تسوي الورد وإنت بتسوي الـ recall تحطها تعلم ذلك أي يعني وإنت بتسوي الـ recall تشغل الـ recall أخر الـ recall تحطها وإنت ماشي فتستفيد من الوقت حقها كما يمكن فلينة نشوفها طيب أول ما بدأنا قلت شغلتنا طبعا أنت أنا يشبه هذا الـ FPS ضارب هذا جاء يستهبل قل له شكرا طبعا شافك وإنت تبدأ فوق صحيح صحيح 100% يعني هو عارف أنه أنت بدأ يفوت صح وبعدين أنت شفته هو بدأ تحت بس هذا شاكو زبار ما سوى أو عشان يمكن البداية حقته كانت سيئة ما قدر يسوي اللي هما ياخده من الاثنين مع بعض كومبو مالا كومبو مالا كوفنا شاكو تحت إيش نسوي المفروض أن ياخذ رابتر أسفني حيث أنت رابتر أنا بيقينك أكيد ممكن أنت دائما الباث حقك تسوي فول كليرة صح لما أنت بتسوي فول كليرة اللي أنت بتسويه صح عشانك بتفكر أنه في فول كلير إحنا عارفين من شاكو غانكينج جنغلر نخاف عليه نخاف منه في بداية الجيم إلا إذا كان يعني زي ما قلت يعني أنت شايف لما نشوف شاكو زي كذا أنا عارف شاكو يبايلوف هنا ما يبايروح هنا ليش؟ أنه الوزيشن حقه بيقول الإيوة البادي البادي لانجوج حقته بتقول إنه هو يبغى يمشي هنا ويكمل جنغل ياس لو شوفته بيكمل جنغل زي كده ممكن أنت تقرير أوكي أنا بواسوي فول كليرة بس عندنا مشكلة إذا حين شاكو حيبدأ تحت وحيخلص فوق وإنت حتبدأ فوق وتخلص تحت هل هذا اللي تبغاه ولا لا؟ هذا السؤال اللي دائما تسأله نفسك السؤال الثاني مين يقتل؟ انت ولا شاكو؟ شاكو إيزي يكترني في بداية الجيم بس داريوس مو هو موجود في اللين؟ صح إيه صار عندك خطة بضيلة ممكن تسويها؟ قلت قلنك توب ممكن مو تقلنك توب ممكن تخش على شاكو هنا بعد ما تسوي هذا يسوي شوف وتجي تقوله تعال ساعدني ممكن ما تسويها في اللويلو بس أبغى تشغل دماغك فاهمني؟ صح طبعا إيه صح بس وارد لما يكون التوب حقي فايز وماخد كل وعنده كل بريشر وحيجيب لفل اثنين وهو عنده ويف كبيرة بتسوي بوش صح؟ صح رأس أنا ضامن طب المفروض وصل لفل اثنين ما عدري ليش يتأخر على لفل اثنين بس في كل الحالات يا ولدي الله يكلع شيطان المفروض وصل لفل اثنين من أول أنا ما يعرف ليش كيف وصل لفل اثنين لفل آ exported هذا الزبال الزبال هذا على الطول أنييييييير تمت شرعة أو مش الجاد الثانية حسن دياس كان براء الليل هذا شيء الحير ما بتسويه يا بريلوا جميع Cえっ أجركمل ماذا أجركمل متا صحيحي متا صحت Paters اللهم لا أذكر حسن سميت هذي خطأ الريد علي صحيح خطأ الريد يعطيك والتايم صح صح فبعد ما تكتل وتمشي وانت ما اخذ الـ W او ليش ما اخذت اول شيء فعل المشكلة الـ E يوم كان دارس موجود في البوش طيب لبلت الـ W صح لا لبلت الـ Q ليش؟ لأن هذا غلط مرة غلط ليش مفروض الـ W انا دايما ابدأ W Q E بس ان هالمرة الماتشف غريب بالنسبة عليه حتى لو لبلت الـ E هو الثاني شيء ما تلبل الـ Q تلبل الـ W ليش؟ اخذ الـ الـ Passive حق الهل اثنين انت رايح لـ Camp A و E أصلا في اثنين ما هو نفر واحد هنا في خمسة ما هو نفر واحد صح؟ 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 تضرب اللي قدامك بس وتشغل الـ W وتستخدم الـ SMITE دايما بالذات لما تفكر انه أبغى أسوي أنت هلتك واطي هذي خدها هلتك كويس تكمل هنا سوي SMITE على هذا على طول مش كمكة عنده ما خدت الـ W انا بقول لك انت ما كان خدت الـ W هنا ما تسوي SMITE سوي SMITE هنا مدام هذا جاء بساعدك كل حلق أنا فاهم البداية بدأت بداية مختلفة عشان أدرت مع مع المشكلة لا أريد ما يساعدني ليش يساعدك ليش يساعدك هو كويس انه جاك أصلا مفروض ما يجيك اللي ينعدم عليه بعدين لا لا اللي سواء صحه وبالعكس هو تأخر أنا أشوف انه هو تأخر بزيادة مفروض ما يتأخر قد كده المشكلة الكبيرة اللي صارت معاك انه داري ساستنك وليش داري ساستنك داري ساستنك صح ما هو غلط انه داري سيقدر يكتلك وقدر يكتلك لو هو جالس هناك فلو فعلا زبطت كان عدمك وانت كويس جاك هذا ساعدك وجاك الميت ساعدك عشان كده قتلك اللينات هذه اللي احنا نخاف منها نبغى نبعد عنها لو احنا شايفين شاكو تحت فكنا متطامنين بس كان ممكن هو وشاكو يجي يستنونه هنا يطلعوني بره القيم اوكي فوينيتو كيتل فولات هنا لأن هذه مصيبة الباك وانت الباك وانت الباك حقك كله عدم اوه 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 لو مشيت قديش باقي لك على سمايت اوه اظن نطول يا بلدي قدامك اوه لتاجر ثانية لتاجر ثانية يعني تمشي تحت سمايت اوكي لا تنسى اول سمايت يعني السمايتات الاولى ما تطول يعني اللي هو التايمر حقه الرجع هذه يعني ما لها اي معنى ما نفاهم ايش المعنى الشيء الثاني واحدة من الحاجات اللي لازم تتعود عليها يعني الوقف حقتك اخرج من هنا من يوم ما توصل 70% اخرج حبل ما تمشي هنا حتجي لك 10-15% زيادة لا تستنى اليوم هل تكسير فول اوكي حتى المانا نفس الشيء هتنسوا انه في عندكم اوه مانا ريجن وهلث ريجن وانت ماشيين اوكي هذه تستنى امشي ما توصلها 100-100% اوكي بايدا تايم انت نازل تحت واصلا عندك سمايت حتفلل هلثك اللي صار معك اضطريت سيب هذا وهذه بالنسبة لي برضو مصيبة كان ممكن ترجع وتكمل من تحت هنا انت ما انت عارف فين شاكو ده حين شاكو فين المفروض فين المفروض المفروض هذا راح سوى فو كلير وزبال بس سواها فانت من منطلقك انت ده حين حاسب حسابي انه شاكو في الطب ودام شاكو في امر ما اخذ الفو الكلير راح على اري ما شفت انا سوى فو الكلير اخذ الجسمه لهذا تحت اخذها اخذ الصحيح ما ادري ليش طبعا انا شايف انه اخذ غولومز هنا بس اخذها بس انت في بالك انه هو ده حين فين رايح توب سايت ايه انت المفروض ايش كانت تروح تسوي لو كمل في التوب وشافك في البط يروح ياخذ هذي منك ترجع تاخذ هذي وتنزل طبعا او لا مستعجل تبقى تنزل البط انت ما انت المفروض مستعجل تبقى تنزل البط انت عارف انه شاكو توب سايت ما في شي يستعد ان انه انت تسيب كم بالطريقة طبعا بغض النظر ان انت سويت ريكول وجبت العيد في الريكول وكان عندك سميت انت نازل تحت ما شفنا شاكو لسا الى الان انت لسا بتمشي في الطريق شاكو ما جاء انت مات من دون شاكو دوب وجاء شاكو شفنا شاكو اول ما شفنا شاكو ايش نسوي مفروض اني بسرعة خلص اللو اللو وروح لفوق نو 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 ما حتقدر هو وردي لفل ثلاثة انت لفل اثنين واخد كل ايوصل لفل ثلاثة انا لفل اربعة قبلك اول ما تشوف الانمي جنقل ابقى تسوي حاجتين ابقى تفك تروح بسرعة تشوف طالع عليه حلو على في الماب ابغى اشوف ايش عنده بف ايش عنده بف حلو عند الريد عند الريد وابغى افتح تاب واشوف كم عنده مينين كم مينين عنده نعش ايش يعني يعني خد يعني خد فل كلير بوت يعني خد ثلاثة كام بوت ايوه وخد وسنت انه هو جاي من البوت وعنده الريد يعني احنا عارفين انه عنده الريد من البداية فما كان عندنا مشكلة عشان في الورد عارفين انه اخذ تلاثة كامبات هل هي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة ما ندري بس عارفين 100% انه ما اخذ لثلاثة كامبات يعني باقيروك اقل شيء كامبين في التوب يعني فن رايح طريقه رايح لبلو اكيد رايح للتوب سايد حقه مي مين تراكنهم انا عارف انه رايح للتوب طايلة في التوب حقي أنا ما قدر أسوي شيء التوب حقي سيف تحت التور ما عنده مشكلة ايو الكنتونيو في الكليرين ما يحتاج أسوي أي حاجة حديث شيل التلاتة هدولة أو روح شيل السكتلر وبعدنا نرجع شيل حقتك هدولة دائما في عندنا قاعدة نشيل الحاجة الأصعب أول وبعدنا نشيل الحاجة الأسهل مثلا عارف أنه في كامب عنده هنا تبقى تشيله تجي تشيله وتسيب كامبك تجي تشيله وبعدنا ترجع تشيل حقونك لأنه هذا صعب تأخده وهدول سهل تأخده ومن تراجع فعارفين أنه عنده كامب زيادة وعنده كل زيادة وعارفين أنه عنده رد أنا أقدر ألعب بوض سايد وأنا مرتاح لما تلعب بوض سايد إيش تبت سوي؟ لما تلعب رد وقرومب ليش ما بتأخذهم مع بعض؟ لا أعرف شو لازم تتعلم روح تفكر لك يوتيوب تشوف واحد من اللي يلعبو ذاك وشوف كيف تسوي جنجل كلير شوف الجنجل باتين هدول الاثنين تأخذهم مع بعض إلى حد ما هذا تأخده وانت بتأخده وتمشي قبل ما تخلصه يعني تخلصه وانت ماشي في الطريق عشان يمومون توبتميز الجنجل باتينغ حقنا بطريقة أو بأخرى انت ممكن تسري على الجنجل بات حقك كامل أكثر من عشرين ثانية لو انت بتسوي شغلك صح هنا ما تسوي سمايت كان على هذا هلثك كامل تضرب هذا تجيبه على الثاني تضرب الثاني وتسقعهم في بعض طبعا ما كان عندك الـ المفروض تسوي لهم W تضرب مع بعض تركز على واحد تضربه وW على اللي وراك بعدين تسوي سمايت على اللي وراك تأخذ هذا بسرعة وتأخذ هذا أسرع ولا تنسى انه انت عندك الجنجل إيش تسويه ايش دامج ايش دامج ايش دامج اوفر تايم فلو لمست حاجة اي مع الوقت لو لمست حاجة لو لمستها بالW وراك ما بتضربه أوتوس هذي بتشغال عليه بتنقصه دامج اوفر تايم صحيح فلازم يعني الشغلات هذه نبدأ نتعلمها هذه انا ما احاقدر أعلمك ياهل انه هذه فتحكمك بالشخصية حقتك اقدر بس يبغى شرح يطول لحاله فاسهل شي تسويه تروح على يوتيوب تقول جنجل باث يعني واحد فاهم جنجل باث حق زاك وشوف ايش يسوه وشوف كيف يلعبوا مع الجنجل تروح براكتش تول وتتعلم بنفس الطريقة اللي تبغيها يحس ان وقت الكلير حقك بطريقة مرة كبيرة ان وقت الكلير حقك شي الثاني انا بغنزل انا بغنزل تحت سبت هذا ونزلت تحت وانا شايف ان شاكو طالع فوق ماني خايف ان شاكو يجي سوي الستير البلو فابدأ هنا اول اذا اكمل الباقي تبغى تقسر الوقت الحق المشي حقك لانا ما قسرت الوقت هتأخذ هذا وبعدين لو تبغى تنزل تحت هتأخذ مشوار اطول فاهمني اهو زي كده طليت فوق انت لحين اجبرت نفسك انه طريقك على فوق ان انت المفروض مشتب من فوق لتحت ثم تخبصت ام الكلير باث حقك عارف ليش عافزت لانه بدأت هنا لو انت ماشي طبيعي ايش المفروض يصير المفروض تبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست لما ترجع حيكون هذا رجع رد ما رجع بس هذا رجع بعدين هذا رجع بعدين هذا رجع حاليا ايش صار فيك بس عشان غيرت الباث حقك دحين هذا هيرجع هذا دوبك هتأخذه دحين هتروح تشيل هذا هذا هيرجع حاليا هتروح تلاقي هتضطر بعدها ما عندك ولا شي تسوي هتسوي ريكل وبعدين تستنى هذا ما حيكون راجع وتستنى هذا ما حيكون راجع فلا فعشانك لفيت اللفة الطويلة هادي مفين انك يا جوحة انت بنفسك اعتمت نفسك انت ما قابلت أحد جاكو ما جاك ما دخلنا لين ما دخلنا حاجة واردي يعني فاهمني اوكي وصلت فاهم ليش صح يعني انا عفزت الجنج الكلير اصلا مظبط فيهمك لا مو بس حتى بديت غلط كملت غلط يعني هنا غلط ما عندنا مشكلة بعدين كملت بدل ما تكمل من فوق لتحت زي كأنك ماشي زي كأنك ماشي بنفس الطريقة اللي انت ماشي فيها فوق شيت من تحت لفوق خلصت فوق تحت فكل شوية حيرجيلك يعني لما ترجع تسوي طبعا اذا ما سويت غانك حتلاقي جزء من الماب خلص والجزء الثاني انت ما عندك شي تستنى فاهمني فصار الباثنج حقك مرة ما هو افشينت والكلير سبيد حقتك قصرتها مرة كثير فما ينفع تسوي كذا اهمني يعني حتى لو اوكي ما انا رايح لريتس اكمل من فوق لتحت احاول اشوف لي طبعا السكتل راح عليك برضو عشانك واحد اتنين فوق بطلت السكتل وعندك كان potential اللين هذا بيسوي push مشكلة زائرة بالنوع اللي خصوصا شاك وطالع فوق ثلاثة ضد اتنين يعني مشكلة اذا ما تفوزوا ثلاثة ضد اتنين وشاك وفوق مشكلة صراحة ما يفرق هذي فيه ولا ما فيه يجمب عندك ال passive حقتك روح aggressive موت فيه هذا عنده عندنا كل الحاجات اللي تكويسها بالنسبة لي عشان ينسوي قانك موجودة healthy healthy ما هو بطال عنده portion استخدمها انت healthy وشاكو طالع فوق شفنا شاكو طالع فوق فما خاف ان ينزل تحت ايه ولا هما كذا وشاكو انا من يشايفه ويمكن ينزل تحت ممكن اقول لك انا هاه في مجال انه خاف وانت عارف زاك يقدر يسوي jump من هنا الهنا ما عندهم ward لسه level 3 فليلو هذا ما يورده زي الناس again قاثك انت كان مفروض فوق تحت كامل تنزل تحاول تسوي gank bot ليش؟ لانه عندهم اصلا wave clear اعلى من هذول 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 اتنين مليء ranged وهذا واحد ranged وواحد semi ranged نصف نصف وهادي عندها abilities تسوي clear تسوي push فشي طبيعي انه هي تقلت تسوي push بسرعة هما البوت حقهم حيسوي push اسرع من البوت حقنا فشي طبيعي اللين حيكون مدفوف علينا انا هذي تعطيني opportunity ان يسوي gank انا as a jungler مرة مهمة بالنسبة لك تتعلم wave management برضو انا عارف انه اليوم هارتيك معلومات مرة كثير هذي كلها beyond gold اوكي انا بس هارتيك المعلومة ما هيشرح هذا حين اتعلم الحاجات الأساسية اللي قلت لك عليها بعدين مع الوقت انت بدأت تعلم مشاغلات هذي اوكي واحدة من الحاجات اللي تهمني برضو اللي ما قلت لك اياها في بداية ال game انه زي كده مين اللين اللي حيكون عنده priority ايش يعني priority في اللين افضلية افضلية ايش يعني افضلية يعني عنده يعني يقدرات بحيزي لا اسرع من اللي رده يعني يقدر يدف اللين قبل ويقدر يتحرك من اللين اسرع يعني لو مثلا عندنا هنا اري وعندنا هذه الكيو حقتها ايو ايي تجد تسوي clear للمينيونز مرة بسرعة لو هو اري واقف وهذا واقف وهما بيسوي clear هذا يسوي clear يدف ال ويف اسرع ويقدر لو يحتاج مساعدة يجي يساعدك لانه ما عنده شي يسويه هذا معناه عنده lane priority يعني عنده شوف priority عنده امكانية انه يسوي push اسرع ومن البوش يقدر ياخد يقدر يسوي حاجة يساعد هذه this is what lane priority means فانا برضه من الحاجات اللي تهمني ابغى اشوف مين اللينات اللي عندها lane priority عشان اللين اللي ما عنده lane priority وعندي setup فيه كويس اقدر اسوي فيه gunk انا عارف ال priority للخصم يقوم يدفوا علي عندي setup كويس ما اثرش انا ابغى يعني ممكن زي ما قلت لك اذا ما نبغى نشتغل ما نبغى نلعب حول هذا نبغى نلعب حول هدول نزلتك كويسة push خلص انزل دفوا خش عليهم لبعى انه they will push ايش باري تمام نبغى نفكر هذي بعدين ما هو ضروري اذا حين نفكر اهم شي اذا حين الله خليك صلح ال jungle pathing صلح ال micro mechanics of how to play with the champion حقك كيف تسوي clear لل jungle path مش ال clear كيف تضرب الكامب الواحد وكيف تتحرك وانت بتضرب الكامب كله غلط كله غلط من منطلق ايه يعني هنا مثلا وانت بتاخذ البلو انا هرجعلك وانت بتاخذ البلو كيف ايش المفروض تسوي انت بتاخذ البلو مفروض مع الجرامب لا حتى لو مو مع الجرامب المفروض تتوجه تجيب البلو الين هنا وانت بتضربه لفه وبعدين جيبه معك اوقف هنا البلو ما هيسر له recall لازم تتعلم البلو حق البلو الين فين عشان اول ما تضرب البلو تضرب هذا وتبدأ معه هذا نفس الشي وانت بتضربه فانت تجري تسحبه الين فين تجري تسحبه الين هنا اسحبه الين هنا عشان انت تبغى تقربه للطريقة اللي انت رايح فيه للكامب انت ايش جرس تسوي جرس تلف يمين يسار يمين يسار واقف هنا وانت تبغى تروح فوق اذا تبغى تروح فوق جيبوا هنا قربوا عندك واقفوا في الرينج واقفوا في الرينج حق البيتشس عشان تقرب المسافة نفس الشي سويته في اللي فوق يعني هادي كلها لو قلت لك شوف يوتيوب كيف تسوي بزاك وكيف تسوي يعني بزاك هتلاقي يوروك كل حاجة ممكن تسويها عشان تسوي ليه ما نزل تحت عندك مت انت ماخذ سكتل او شوفت شاكو شاكو داش ماشي حلوين عندك هذا قتلهم كويس ليه ما اسوي جمب ما كان عندي كل دوم كنت طاقة على سكتل وليه طاقة على سكتل ما كنت بتوقع غانك اوك في شاكو في اي احد لازم تكون مستعد انه انت تسوي قانك الله خليك لا تضيع لابلت اسحقتك شي ثاني مشيت عليه وانت بتمشي عليه ليش الكيو انت عارف انه عنده فلاش تجيز جمبو تسوي دبليو تسوي فلاش تسوي كيو ما ما توقعت عنده فلاش والله طيب ايش يعني المفروض انطر لا ايش حنسوي دائما اوقت تتوقع الحالة الاسوأ اذا انت ما تعرف الادم اللي قدامك عنده فلاش ولا ما عنده فلاش توقع انه عنده فلاش مش العكس طاهمني انت لحين بنيت قرارك انه انا متوقع انه ما عنده فلاش لا اذا ما تعرف فعلا انه شفته سوى فلاش ولا اري اتوقع على اسوأ اتوقع انه عنده فلاش ألعب على اساس انه عنده فلاش تقرب سوي دبليو شفت سوى جمب اسحبه دائما في كل قنك تسويها وعامة عامة واحدة من الحاجات اللي باقي تتعلمها اي مرة تشوف مضاربة اثنين بيتضاربة مع بعض وانت بتشيل كامب فك الخريطة شوف فك الخريطة يعني فك الماب مو الماب يعني روح هناك وشوف طبعا انت ما ادري اذا مفعل الفكيز ولا لا اذا شفت الفيديو حقي حق الفكيز اتلاقي انا حاط الفكيز يعني انا مثلا افتو حاطه على التوب على الجنغل افتري حاطه على المد فشفت اثنين بيتضاربوا كده في الميني ماب وجالسين تلطيش اقوم افك افتري على طول اوكي ليش ابغى اشوف اش جالس يسوي وابغى اشوف مين فك فلاشات مين فك مدري مين ولو واحد منهم فلاش احط اسوي بينج عليه ليش يسوي بينج عليه لانه الجنغل فيه بارت من الجنغل مره ما هو انتراكتف وانا بضرب البلو ما عندي شي يسوي اطالع وانا بمشي في الطريق اللي بعده ما عندي شي يسوي اطالع من الجنغل اللين الوحيد اللي عنده وقت مرة كثير يقدر يجمع ماكرو انفورميشن مقارنة بالبقية الادسي جالس يتضارب مرة كثير السابورت فاضي ممكن يطالع كلهم مشغولين يس فيه اكثرهم انت لا انت فيه PVE كثير المفروض عندك تجمع اطالع لحين شافك بط شاكو شافك هنا ونزلت هنا وهو شافك نزلت هنا سننا بتسوي قانك تاني عليه احنا ما عنده فراش احنا ما عنده فراش احنا ما عنده فراش احنا شايف في زاكر الري قانكس والناس اللي قدامك ما عارف اش يسوي هذا طيب ايش الغلط اللي سويته حالة الي هنا ايش الغلط اللي سويته وليش غلط هنا مفروضي ساعده يبوش مزبوط ممتاز شاكو راجع هلث واطي اللي لا تنسي الشغلات هاي انت عارفها ما يحتاجه تكمل احنا ممتاز مات؟ ما مات واللين في محل كويس بالنسبة له شاكو نازل تحت طيب انت طول القيم وانت لاعب عكس شاكو صح صح هل هذا كويس ولا بطال يعتمد قلت لك انا في جنغلر ما أبغى لعب حوله انا في جنغلر ما أبغى لعب حوله انت اللي سويت بينك إذا انت اللي سويت بينك بطر انا مبسوط ممتاز ويا عشرة مرات والله اسباب عليها قالوا دوام بنك زينوك اي خلاص انا بنكت عليهم عشان يرجعوني ايه بنك عليهم مئة مرة عندنا بوتنشيل قانك هنا طوب انا كتبرجى شفت الطوب فري وكانسلت ريكوض شاكو تحت طوب فري من جد وانت تساعد انا ممتاز ممتاز قصرا حتى ما يحتاج هكذا يكتب بحاله اوك ايش الغلط اللي سويته هنا مرضى ساعدهم شكرا دائما حطها في اعتبارك شو دايهلب ولا شدد بوت مات ما يهمني اوك شفنا شاكو في البوت راح سوى قانك ايش سويت باطل ممتاز كذا بتفكر صح طبعا اذا احتاج تساعده يسوي بوش سيحتاج اذا ما يحتاج ما يحتاج طبعا ليه 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 شاكو كان تحت ليه ما شفت اذا فيه هنا شي قلت يمكن يرجع ريكول وقعت رجع وجاي حتى لو رجع انت زاك يمكن رنوي عندك جمب وكل حالات والله هي المشكلة موني حتى المدلين ما هو بوش لا المدلين شفناها ريجع دوبه بس فاهمك فاهمك بس كان الجنغل حقهم ودريك موجود في احتمال كبير ديارتك دحين عشان الجنغل بعث حقك في البداية خبص المفروض انت دحين لما انت ترجع هنا بتاخد ريد عندك دا وعندك دا بتاخد ريد وريث وبدن تنزل تحت بس عشان دوبك اخدت الريث معكوسة ما هتلاقي الا ريد هتاخد ريد وحتنزل تحت ماذا؟ هذا لي صار اوك عشان معفوز الدنيا بس طيب انت بتأشر على لا هو اللي بيأشر على هكستيك دريك اخدوا دريك ايش هنسوي جرفت بس ما في امتا ستطلع توب على طور انت عارف نشاكوبت اطلع توب سوفر يعني صراحة جدا يعني الدسيجين ميكينج حقك بعد الايرلي جيم ممتاز الى الان صراحة جدا ممتاز بتفكر بداية الجيم ما بتفكر ما ادري ليش رحيم بتفكر اوك فهذا كويس لا هذه طريقة التفكير اللي نبغاها وقت جيبها بداية الجيم كمان اوك يعني جدا ممتازة جدا تؤثر عندك ريفت ليش بتأشر ليش خايف ما تخاف توقعت شاكو انا حذرة توقعت شاكو عندك لين برايو المد وضعه كويس وهي بوشينج و تدخل في الجنجل تدخل هنا تسوي اي حاجة يقدر يساعدوك داري اسميت ما عنده تي بي اوك اوك امر اسكاتل تو خذوي يمكن انا مشرته صاحب انك تعليه نعرف بس يش المشكل انك تاخد هرلد شاكو فوك كيف شاكو قتله هذا اللي يصد هذا صد امني في الجيل كيف هذا يموت من شاكو انا ما فاهم ما الوطن اللي عنده الوطن اللي عنده الوطن اللي عنده فطور فوكس اوطور فوكس عشان البامي ايه 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 فاك مي من طيب شوفنا شوفنا فوك ايش نسوي أسفة بوت بوت فين؟ حقه نعم تشيل حقه هنا قانك حسنا أنت لا تلعب حول المد نهايًا لماذا تتأشر؟ أهلاً 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 حسناً 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 في كل حالات جابه كل خذ هذا كمّل يساوي ريكول؟ لا يقتلوا يقتلوا يقلوا 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 يتعلم حسناً 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 يقلوا يتفكر يقلوا صحيح لا قلت لك ليس من الطريقة هذا جالس ينف يطبخ مرة أهلاً أهلاً فايقر طوب هادة فل هلت شاكو وانشها يلهم مفروض انه يرجع لادري شاكو مرمي كده المفروض بس اوكي تجربة الثانية فتحين التفاية تصير اخذ التلاف هذا دارس اندي بدي شفناه احنا ماشيين انت ما شفته انت الشرت عليه وانت اللي روحت وراه من دون التيم حقك شبته قمت روح عليه انا بتوقع ثاري وياي بس اي لواحد سكاتل اي ناري وياك حبيبي اه اوكي انتبه انه ماشي معاك فعلا هذه المشكلة انا صعدت بديهيين هي وراي بديهيين ما فيه في اليلوزبان انا انا سوي نفس الغرط حقك صدقني دائما اوكي عليك غوستي ويقتل عندك الباسف حقاتك انا منعرف ليش قبل هذا اوكي قول لي شكرا طيب ام يعني قلتلك يعني يمكن مشكلتنا الجنج الباثنج خبصت الدنيا وكل شوية تروح جهة تاخد نصف تروح جهة تاخد نصف ما تكر تاخد كل حاجة بس واضعك ماشي كويس انا ما ادري ايش دارك سيل دارك سيل مفروض يتاخد ولا لا صراحة ما ادري ما حافتي لك انا ما اعرف فمدام ما اعرف اوكي تروح تشوف الميتة فعلا وتمشي عليها اوكي اي دونت اي دونت اي دارك سيل اوكي اي دونت اي دارك سيل يب ما عنده فاذا اخد جدا قوي من اي 2 ناحية ايش يفيدك فيش الAP يزيد الAP عندي فيصر damage funky بالاساس انك فايز من انت مهزوم يعني من انت متاخر يب لو من انت فايز لما انت مستك ما راح يفيدني طيب فمن انت اشتريت وانت وليش بتشتري شرايته بعد ما خذيت الفيرست بلد يوم رحلان فيت خذيت الفيرست بلد على شاك طيب يعني أنا شايف الناس بيشتروا 50% يعني في OPG بس يمكن يعني إذا ما شي كويس في البداية لأنه يأخر لك الباور سبايك حقاتك صراحة إذا عندك شروة تجد تشتري الشوز أول على طول ما هاشتريه هاشتري الشوز إذا رجعت بدري إنته عشان أول فيرست بلد كان عندك زيادة ما عندك بشي طيب بعد كده خلينا نطالع كل وقت تتعود إلى يعني شفناه أخذ الدراجون شفناه أخذ الدراجون لأنهم عندهم وهم فايزين في البط فأنا فاهمك ما تقرى تسوي شي أخذ الدراجون بط ليش تسوي أنت المفروض المفروض رفت بس ما في ترمي لو ما في رفت ليش تنزول البط سايد برضه ليش هتستفيد أنا توقعت ما توقعت أخلص أخذيك أوكي أخذت على أخي لأن الزبارين البط حقهم أكشلي جو وأعطوكم كلات الله يعطيهم العافية الله يا بطال نعم 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 إذا ما عندي في البط ما كان طالعت في البط كان رحت للتوب أخذت الريد حقي وإذا أخذت الجنغل حقه وأخذته عمني نعم نعم يعني حتى وإنت المفروض ما أخذ الدنيا ودخلت عليهم they got an advantage أنا ما نعرف إيش داريس بيسوي ما زال بس يتفيد شاتداون هذي مرة كبيرة إيس نيفر وورثت جدا طيب نرجع مرة ثانية للين فين حتروح لحين رحت المفروض توبسايد عشان عشان أخذ full clear مرة ثانية full clear ترى هذولا ما عدني أحتاجه مليمور أضيع وقت عليهم مل grump اللي هو الرقص ما أظن في شيء سلي تأخذهم إلا ما في ولا شيء عندك لائما يطلعوك مرة بعيد عن الباث حقك فيتسوي استفتهمت إنك تروح جدا بأي صحي نعم فيبالك تتطنش شفت العيال هنا أنا بيتضاربوه تبت اللي في الدك وجيت على الطول جيدا نعم ممتاز ليش هنا توقعت فيها حسنا 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 والله الله يعوّر هذا والله ما هو ما هو ما هو ما هو حسنا ما تنزل تحت تقرأ سوي لي كوتش أمر تقرأ سوي كوتش لما تسوي رديم بس اليوم خلاص لا يكفي واحد كوتش تتطنش لما هو بلو ممتاز تتطنش ممتاز ما هو تتطنش بلو تتطنش حسنا جيدا لا تلق ولا انا المشكة داريس كمتل شو الجانب عندي بوتسار ايو لا فلف امشي على طول لا تتنيني طلصنا بياخد هرلد شفت شاكو في البوت ليش بتسويه تحت اثناء التواكل هنا تاني والله تاقي تشامبيون خلبان حقكم ليش راجع البوتسايت ليش مصر انك ترجع البوتسايت هنا لا ندريك شاكو ميت نعم 3 هو لو ما ماتوا الموتات الغبية هذي لا نرى مشكلة شاكو مات وداريوس مات اوكي واعطوكم الكلينة ثلاثة في المد فكتبت لديك اخذ دريك بعد ما اخذت دريك شاكو دوبوا بعد اخذ سميت هذا بخير هذا بخير هذا بخير لديك دخل مرة ثانية شاكو ماتوا شاكو ماتوا شاكو ماتوا هذا بخير شاكو ماتوا لديك شاكو ماتوا قدمه ما هي اوكي كانت غريدي لمسر انت تجلسك ممكن تفكع ماتوا يعني تأخذ صغيرة احسن من انه ترجع شاكو ماتوا وتعطيهم فرصة انه ياخدوا ممكن ياخدوا حتى بارون مدام بارون جاي سون يعني مرحبا، لم يحدث لم يحدث بارون يعني ما يقدر يقتلوا هده هم خمسة هذه ليس أكثر نازل تحت نطالع على فوق تلت المد تلت فوق أنت اللي سيديت الكل حق بارون؟ نعم لماذا تقوم بارون 50-50؟ هذا كان غلط هذا كان غلط كبيرا لا، ليس غلط أنك تبدأوا هو غلط أن تكملوا ممكن أني أبيتهم يتبيتهم لكن تبيت في الإيلو هذا قبل ما تروح تقول لهم شباب ندخل عليهم مرة أطولة إذا يأتيوا تقوموا و أنت آخر واحد تقوموا بإنجج و لما أنت تقوموا بإنجج تقوموا بإنجج على مين؟ على زيري على زيري الله خليك يعني أضيع عليه حقتك على شاكو باي باي طبعا بغضى نظراك والتيم حقك كله خرج و أنت ما خرجت لا تقوموا بإنجج جدا في الإيلو هذا الله خليك أبدا أبدا أعجتين تعلمتها في اللو إيلو ما أقوموا بإنجج على بارون إلا نظام بارون يتأخذ ما في 50-50 ولا أقوموا بإنجج 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 في اللو إيلو هذا ما تضبط ما تضبط أنه البيت يعتمد على أنه كله يقلب و يقلب صح هنا قلبوا أنت ما قلبت وهذا ما قلبت و قلبوا غلط راحوا يجيروا وراء شاكوا شاكوا و أخرهم بعدين جاء هذا اللي بره القيم المفروض عشان يجبروا النيونس الواحد عشان يأخذ يسوي كاتش للويف نفس الشيء طب قبل ما انت تقرر تأخذ القرارات العجيبة هذه الثاني وارد هنا وارد هنا شاكو لما يكون جاي لما يكون موجود المفروض نحط بينك هنا عشان لما يدخل من ورا احنا شايفينه شاكو ترى يقدر يسوي استير غصبا عنك ما تقرر سوي ولا شيء انت انت مو بس عشان انه يختفي عشان لو سوي اسميت الدامج حقه على منك صح صح ايه هي ولا دبلي ما انا فاكر ايه ليس ما تقرر توقفه هو حيسوي 1300 او 1200 او انت تسوي 900 او 1000 فمستحيل تاخده منه الا اذا هو جاب اليت احنا ما نبغى نسوي كول تعتمد على انه الادم اللي قدامه يغلط وبنسوي كول صحيحة وحتى لو سويت الكول ونجحت مو معناها انه كول صحيحة معناها يعني تمنيناها ايوة 50-50 ورمينا الكوين وانت ايوز نت لسرلي لكي يعني انت تسويت شغل كويس بس هو اخطأ برضو لانه هو المفروض وهو عنده الادبانتج انه هو ياخده وبعدين الفوكس حقكم مضروب بارون كله راح سوفار ديسيجن حقتك كويسة في هاو تو موف في الماب بس بعدين وبجكتيف فوكس انا مفروض انهم اخذوا بارون على طول وهو طبيعي انت ضيعت بارون هنا ترى مش التيم حقك حتى لو التيم غلط في كيف تحرك مش بس الكول حتى الاكزيكوشن فيها اهم شيء ما انت تعرف ان انت الحاجات لازم تركز عليها ما رجعوا ما سووا ريكول ادخل على طول ممتاز بطل اقدم بطل اذا ما شاء الله يعني احبحت ادخل دائما تتحرك وحاول تفليل حق لكم بالطريقة هاده هاده ابقانياتهم اخروا نفسهم هم يستاهلو ديسي عامل شوول ديسيجن اذا نعم دريك جيد حين كما هو اخر ثانية شاكو بط العيان والله من دريك حياخذوه خلاص لا يمكنك فعل شيئا نوكي نوكي شاكو تراكي لعب شاكو انت ممتاز 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 ما يختفي دائما نرجع على ورا زي فين وزيها ما ادري ايش الخزعبلات اللي بتصير هذي بس لا انا هم اني طالع فيك بس ايش بتسوي انت نازل على تحت على طول المضاربة هذي لها خمسة دقائق لا 6 دقائق انا كل ما ارجع اقول لهم اقول لهم هم ربين سناغون انا كنتي اوكي ممتاز 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 نفس اقمر ممتاز من المثال الذي أجل في الخطأ ترى ما فيه أكلام يعني هذا المشكلة تابكنت لازم تشارك في الخطأ ما فيه مشكلة رايتات كثيرة أخدت هذا نزلت تحت يقرأ كل أرقتوا عندكم advantage أخدت كل تانية تسفين امتاز الاتميزيزيشن حقك كلهم ايتي في عندهم اثنين اي بي فلازم لك ماجيك رزيست رايت استعني 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 في اثنين ميتين هنا يا باش كم بارون؟ مفروض واحدة من أكبر مشاكل اللي أشوفها في اللو إيلو يكون عندهم number advantage وشافوا واحد يجري في البود حيأخذ التاور كله نريكول عشان نساعد التاور هذا وهو حيأخده كل بارون أعطيروا التاور هذا أبلاش نحن 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 إحيانا نترايدين الابجكتفز تأخذوا بارون تأخذوا الباور حق بارون كل واحد فيكم 300 هذي 1500 هو إيش حيأخذ حيأخذ 550 لحاله أو 600 لحاله عشان 550 والخمسين كل واحد من التيم ميمرز حيأخذوا 50 من يقدر ذلك الشيء؟ من قمت بها الرقم؟ من قمت بها الرقم؟ من قمت بها الرقم؟ من أعرف أحد شاهد بط وقام رجع أنا رأيه الرقم شاهدوا هذه هنا بط اثنين ميتين ونحن لم نفصل أي شيء قمت بط لماذا تأخذ بط؟ كم تأخذ بط؟ إنه بخذ بط أرى بط كيف تأخذ بط في بط؟ والله الله ما حسرته إن شاء الله على أنت 100% الكوال الأول فإنك قررت أنه ما تروح وتأخذوا بارن على طول طبعا برضه في الحالة هذه تروح وتجبروا بارن تروحوا على بارن هم ثلاثة في شاكو من يوم ما تشوفهم تخشوا عليهم صاهمني بالضبط هم ناكسين هم مضطرين أنهم يسويوا حاجة ولا راحت عليهم ولقو ما دخلتو ترجح جاري على بارن اللي بيسويه شاكو أظن يعني طبعا انتم اثنين غلطانين شافوه تحت بارن راح حرام البارن هذا يأخذوه يعني هم انتم خمسة هم ثلاثة أخذوا بارن عليكم اخذوا بارن عليكم اخذوا بارن عليكم اخذوا بارن عليكم ثم تتعلموا بارن تتعلموا بارن العالم ناكسين ناكسين انا لم يسميع اجب 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 شتدون 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 طيب هما ما لا انت دخلت لماذا لديك فورس وفي واحد ميت الله اذا توقعت ستريش ستجيب العدو اياه خليه يموت خذيتم قاعدة الموت مع الجماعة لا ما في موت مع الجماعة خليه هو يموت أفكي انت توقف خرام صراحة كذا موت الخمسة كلكم يساد يعني واحد بذات في الليتين ميت زي ما انت شفت امكنشي بشي بوشنغ فورتين فايتس يوه يوه تفعل ذا سيم ولا حتى تريش هنا خلاص يعني احفظوا ما اوجهكم افضل يعني تفهمني خلاص واحد مات ريسد عشان نستعد للدريك فانا انا ما اقلت لك ما اعلمت لك يعني ما اجلس اشرح لك كيف تتحسب فانا اطرم كلهم تحسب حساب كل بارو ان يكون موجود كل دريك يكون موجود قبل الدريك ما يجي باربعين ثانية او بدقيقة واحدة اكشري يستارت فينجين دريك وبعدين انت كل الشباب استعدوا لدريك ولازم انت تكون اذا تبقى تسوي ريسد لازم تسوي ريسد بالقليل يعني اربعين ثانية او دقيقة قبل الدريك ما يرجع طبعا يفضل قبلها بدقيقة عشان توصلوا دريك وتفرموا وتوردوا زي الناصر اذا سويت اربعين ما هتكون لها هك دائما احسب حساب اوكي اذا سويت الانجيج والفايت هذي فيه اوبجكتف بنتضارب عليها ايوة اوكي worth it مو ايوة بس بنتضارب عشان نضارب عشان ناخد كلات وغولد is not usually worth it بالذات اذا كانت حضيع لك اوبجكتف زي هذي صوت صوت عدت بالنسبة لكم لانهما حمير الله يعطيهم الصحة العافية وقعين قال ان هما بيساعدوني في اني ارجع للغيم هذا مو معناه ان الاكشيز حقتي سليمة لازم يسلحها يعني هما انتو تعطيهم القيم وهم يقوم يرجع لك للغيم انتو تعطيهم القيم وهم يقوم يرجع لك للغيم كل واحد يعني بيقول الثاني انت المفروض تفوز يعني هنا اقضت دريك انا ما اعرف ليش جالس مختفي بيحاول ياخد دريك يعني ولا بينزل الضارب مرة ثانية انا ما عندي اي فكرة صراحة مصبوط ليت جيم ما تخاف مش تحت الصعاب خلصت الجيم جي جي كونكراتشيليشن حتى لو مفوزت الدحين الجيم يعني خلاص الوتيرة نفسها بتنعاد مرة اثنين ثلاثة بنفس الطريقة طيب وصلت للمفروض يعني اتكلمنا على حاجات اللي بالنسبة لك المفروض انها ضرورية كيف تبدأ الـ game كيف تطلع انا هبدأ فيها جهة كيف يحاول اركز على ان ا أا ايڤو إفشينت كليرز كيف ساعد اللي نرس حقوني انهم هما يتخطوا مرحلة الأيرلي game من دون مشاكل مرة كبيرة كيف ان انا دوري الساعد الجيم هذا انا ما اشفتك يعني ما طلعت في الورد صراحة مرة كثير إلا الورد الأولى اللي حطيتها هذيك بالطريقة بس بعدها ما أنا فاكرا اشتريت بينكس ولا ما اشتريت بينكس وفين كنت بتحطها ما بأقول لك ما هو ضروري بالنسبة لنا يعني أنت اللو جولد فما هو مرة ضروري لأنه يعني بس أقلها كيف تتحرك كيف تمشي كيف كيف تشيل الكامس حقتك صح قلت لك لازم تروح تتعلم كيف تسويها وبعدين صارت عنا بميد جيم بعدين الوبجكتفز اللي الدسيجين ميكين فيها شوي غريب خليهم ياخدوا دريك التانية التالت أنا ما عندي مشكلة إذا أنت تتيم حقك مجهز ما عندك بريوريتي ما أنتم تحركين صح ما أنتم جهزين أنت تاخدوا دريك هم عندهم أدفانتج أنا القيم هذا أنا شايف أنهم عندهم أدفانتج وبياخدوا دريك ما صار الموقف هذا عشان أقول لك والله المفروض تسيبوا دريك بس المفروض إذا شايف أنه أنت ما تقلت تفوز في دريك إيش ما سويت هتأخد قرار من قرار بس مو شرطات يومية عندك قرار من قرارين واحد أقدر أسوي له ستيل وأنا أموت وارثت لو أنا جيت وجبت التيم كله يعني أنا أسوي له ستيل وأنا أموت وما يأخذوا ولا شيء تاني فاين هذا قبل دقيقة عشرين قبل ما يكون في بارون لأنه أنا لو رحت أبقى أسوي له ستيل وقاتلوني يقدروا يروح ياخد دريك على طول يروح بارون على طول فلازم أنتبه في متأخذ القرار هذا إذا أنا دخلت أقول للتيم أرجع ولا تجو معايا أنا ماني رايح تيم فايت أنا رايح هستيل أكتب لأنه لو ما قلت لهم ستيل فكلهم حيخشوا معك وكلهم حيموتوا معك فاهمني فإنت قرر أوكي ما عندي شيء تاني في الماب طبعا سول لازم تروح وتضاربو إيش مكان أوكي فإنت في هي على حسب تريدوها أخذوا دريك ما أقدر أسوي شيء ما أقدر أتضارب في هيرلد خلينا أروح أخذ هيرلد ما عندي هيرلد ما عندي أول شيء تاني أقدر أسوي I can go for a steal التيم حقي ما يقدر أساعدني هم متقدمين علينا I'll try for a steal as long as إنه الستيل هذي الأكبر خسارة ممكن أصير فيها إني أنا أموت بس أكيد أوكي خاطرة حتى وأنا أموت أعطيهم ألف جولد أو لتلات مئة أعطيهم ألف جولد لا حبيبي not worth it مستحيل أوكي فهي يسموها risk versus reward فأنت تقرر الرسك هذا مقابل الرورد هذا وزي ما أنت شايف عندك زي الشيب ما شاء الله عليهم تن طن أنا داخل كلهم يدخلوا تن طن أنا راجع كلهم يرجع you have to adapt للشغلات هذه وترى الجنجل is a leading role الرول حق الجنجل يحدد مثل objectives ينرح عليها والناس كلهم يسمعوا لك whether they want ولا لا خلاص كده كلنا طبيعي تعودنا الجنجل سوى call لبارن يروح بارن الجنجل زي الزبالين اللي عندي يسوي call لدريك وأنا من يسوي push للن ما أجيل ولا يشوم ريحتي طائمني إذا شفت واحد بياخد decision صحيح أنا أتابعه شفت واحد ما بياخد decision صحيح أنا أطنشه إلا إذا كان ما عندي شي تاني أسوي عندي مني نويف كبرها أبغى أشيلها والأخ مطنشني ولو جيت وحتروح علي مني نويف وأنا في بداية الجيم والله ما يشوف حتى لو دريك يروح actually يروح دريك أحسن مني يروح علي التسعة العشرة مينيونز أحسن للجيم أحسن لنا أنا عشان أفوز عشان أساعدك إنه تفوز في الجيم أحسن إنه أخذ العشرة مينيونز هدول وألبل وأخذلي الثلاثمية جولد عن إني أروح أجي أساعد فيك دريك وإنت مصرحة أقول أنا أبغى دريك دريك أهم ليش ما جيت تقوم تزعل فهذه الدسيجنز يجب أن تأسس متى تأخذ نزلتك في الدريك الثالث لما سويت ستيل يعني الحمد لله أنا عدت على خير المد ما كان عندك برايو والبوت ما كان عندك برايو والتوبلين حقك موجود والتوبلين حقه موجود فنورمالي أنا كان يعني حفكر إني حطلع فوق يعني تحت راح علي الدريك راح علي إلا إذا كان أقدر أسوي ستيل منذ ما أخاف كان عندك شتداون I'm not sure كلهم alive ما أنا شايفهم It was very risky ما أنا شايفه لأحد الشامبيون حقك لأنه again تانك يوج لما تلعب كندرد لما تلعب غريف لما تلعب شغلات هذه تثبت بس عامة أنت طريقة لعبك مرة كويسة بالشامبيون في الميد تريد جيم أبقى تكمل بنفس الطريقة هذه من أنت تأخذ AP item ولا ما تأخذ AP item يعتمد على الناس اللي قدامك الجيم هذا بالنسبة لي كان ورنتت كان مرة ضروري أنه إحنا نأخذ سبيرت فيزاج أنت ما أخذته متأخر قدمت هذا على سبيرت فيزاج و I think كان مفروض تقدم سبيرت فيزاج لأنه actually لا في عندك تانك تاني ما عندك مشكلة لو ما في لو ما في ولا تانك في الجيم كان أقول لك والله المخروض هذه أول صح الله يعطيك العافية الله يعطيك مفهوم كله تمام واضح جدا يعني حال فتري الله يسأل لك الله يعطيك و يتوفيق إن شاء الله الله بارك أجمعين يا بارك تسلا سلام عليكم اشتركوا في القناة